كل يوم نسمع أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران شكل العقوبات التي ستفرض هذه المرة وتؤثر في إيران العقوبات هنا برضو لإتمام صفقة بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تقويد إيران هي بتوظف إيران لأغراض معينة سواء ترامب أو بايدن بمعنى لا يريد القضاء على إيران ولكن يريد أن يوظفها في عملية ابتزاز للمنطقة خاصة منطقة الخليج وكذلك سوف يفعل مع روسيا لابتزاز أوروبا وكذلك مع الصين لابتزاز منطقة جنوب شرية أسيا خاصة اليابان وكوريا الجنوبية هي عملية ابتزاز وعملية صفقة لكن مع إيران أنا أتخيل أنه هيستخدم عقوبات الرضع من خلال فرض عقوبات مزيد من العقوبات على إيران مزيد من التحرقات العسكرية بالقرب من إيران يعني تحرك عسكري أو منورات بحرية هذا جزء من استراتيجية الرضع كمان تقليص حجم استثماراتها والسيطرة على النفط تجارة النفط الإيرانية كل هذا سوف يفعله وفي المقابل إذا تحدث سيتحدث عن صفقة تقول لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الصراع أخي الفاضل في المنطقة الآن هو صراع ما بين إيران وشركائها وإسرائيل وشركائها والتحدى الأمريكية لها مصالح هي الأخرى من هذا الصراع أتخيل سوف توظفه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في البداية قبل إسرائيل حق